السؤال بعد كده بيقول يا مولانا عندي قبضة الصدر صعبة جداً لدرجة مش قادر أضحك ولا أفرح اللي حضرتك بتوصفيه دي أو اللي حضرتك بتوصفه ده ممكن يكون حاجة من اتنين اللي هي قبضة الصدر دي إن هو مش قادر يتفاعل هو قال لي مش قادر أضحك ولا أفرح يبه هو لو مش قادر يتفاعل مع الأشياء قد يحتاج إلى دعم نفسي طيب لا أنا مش قادر أفرح بمعنى إن أنا أصابتني شيء من عندي غم لازم نرجع خطوتين قبل قبضة الصدر اللي عندك دي يعني قبل ما يحصل قبضة الصدر كان إيه قبلها لأنه ممكن يكون ده أثر من أثر السلبية لفقد شيء أنا نصحت دايماً في هذه الأحوال إن احنا نعمل ثلاث حاجات بسرعة كده أول حاجة نعمل إيه يكون لي مجلس أنا أصلي فيه على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لأن رسول الله قال لي سيدنا أبي قال له إيه لو جعلت صلاتي أجعل لك صلاتي كلها قال إذن كفي تهمك وقيت فعرفنا إن الصلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بتلاقيه إن القلوب فيبقى فيه مجلس للصلاة على حضرة النبي ما يصليش الواحد فيه أقل من مئة مرة وإذا كان هو عشان يزيل ده يبقى ألف مرة طيب خلصنا من ده وده شيء في غاية الأهمية وفي غاية المحورية في هذا الحال الحالة التانية ببساطة خالص إنه لازم يغير برنامج حياته لازم يعمل تغيير في برنامج حياته يعني يدخل أشياء كتيرة جدا جدا من الأشياء التي تسبب له الإحساس بأمل في الحياة الحاجة التالتة يتوقف عن ذكر الأشياء السلبية لا يسمع كلام سلبي من حد ولا يتكلم بكلام سلبي من حد ولا يورد على نفسه أفكار سلبية التالت حاجات دولة إن شاء الله يغيروا حالة القبض دي ويجعلها إن شاء الله في خير حال ترجمة نانسي قنقر